بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين معكم الدكتورة عيشة حمدان في إلقاء المحاضرة الثالثة لمادة الاقتصاد التحليل الجزئي قبل الخوط في بدي هذه المحاضرة لابد أن نراجع ماذا ترسنا في المحاضرة السابقة درسنا في المحاضرة السابقة الموضوعات التالية أعرف بمنحنيات السواء وخصائصها خط الميزانية خط الدخل خريطة السواء كذلك انتقالات خط الميزانية واللي هو خط الدخل كيف لي المستهلك تحقيق توازن باستخدام العلاقة بين منحنيات السواء وخط الميزانية ميل منحني السواء ومعدل الأحلال الحدي إذن هذه الموضوعات التي سبقنا درسناها في المحاضرة السابقة مخرجات المحاضرة السابقة يفترض بنهاية المحاضرة أن يتمكن الطالب من الإلمان بالموضوعات التالية الإفتراضات الخاصة بالنظرية الحديثة لتحقيق توازن المستهلك مفهوم منحنيات السواء وخصائصها مفهوم خط الميزانية وخط الدخل أن يتفهم الطالب على حالات انتقالات خط الميزانية بالنسبة لأسعار السلاء أن يشرح أوجه الاختلافات بين كيفية تحقيق التوازن للمستهلك وباستخدام المنفع الحدية والتوازن باستخدام منحنيات السواء توضيح العلاقة بين منحني السواء ومنحناء ومعدل الإحلال الحدي إذن لا بد أن الطالب أن يكون ملم بكيفية تحقيق التوازن يعني لما نسئل كيف يمكن تحقيق التوازن للمستهلك إذن هناك نوع الأول باستخدام النظرية التقليدية بافتراضات النظرية التقليدية التي هي معتمدة على أسلوب المنفع الحدية والأسلوب الثاني التي هي النظرية الحديثة باستخدام منحنيات السواء وخط الميزانية التي هي العلاقة بينهما إذن هناك نوعين من التوازن أما في المحاضرة الثالثة والتي ستكون تحتوي بعد انغطينا الجزء السابق تتضمن المحاضرة الثالثة الموضوعات التالية أتر الدخل كذلك أتر الإحلال تحليل أتر الدخل وأتر الإحلال في حالة السلعة العادية وسلعة جفن منحن السعر والاستهلاك واشتقاق منحن الطلب توضيح كيف لمنحن السعر والاستهلاك اشتقاق منحن الطلب منحن الدخل والاستهلاك اللي هو منحن الاستهلاك الدخلي أو منحن الدخل والاستهلاك نفس المفهوم منحنة إنجل تحليل أتر الدخل وأتر الإحلال زي ما قلنا في حالة السلعة العادية وسلعة جفن طبعا أتر الدخل وأتر الإحلال نوضح ماذا يقصد بأتر الدخل وأتر الإحلال أتر الإحلال وأتر الدخل هناك فارق بينهما أتر الإحلال هو استجابة المستهلك لانخفاض سعر السلعة بشراء وحدات أكبر من هذه السلعة لتحل محل السلعة الأخرى التي لم تتغير أسعارها لأن السلعة الأولى أصبحت أقل سعرا من هذه السلعة أما أتر الدخل لزيادة التوضيح فإنه يعكس حقيقة إن التغير في سعر سلعة معينة أدى إلى التغير الدخل الحقيقي للمستهلك حيث يقيس الدخل الحقيقي ماذا يقيس الدخل؟ يقيس الدخل الحقيقي تغير الدخل تغير الدخل الحقيقي يقيس زيادة أو نقصان الكمية المستهلكة من الشراء فكيف يكون ذلك؟ إذن فعند خفاض سعر سلعة ما فإن المستهلك يشعر إن دخله الحقيقي قد ازداد فيقوم بشراء كمية أكبر من هذه السلعة والسلع الأخرى يعني إن الدخل له عامل رئيسي في زيادة الكمية المستهلكة من السلعة أما الإحلال استجابة المستهلك لانخفاض سعر السلعة انخفض مثلا سعر سلعة معينة فيزداد يستغنى المستهلك على السلعة الأخرى ويتج إلى الشراء أو لزيادة الاستهلاك من هذه السلعة السبب في ذلك لنتحل محل سلعة أو هذه ولكن الزيادة في ذلك أو الدافع اللي هو انخفاض سعرها ويلاحظ بأن أثر الأحلال يسير في اتجاه معاكس بينما لتغير السعر فعندما يخفض السعر تزداد الكمية المشترى من السلعة أما عندما يرتفع السعر تقل الكمية المشترى من السلعة وبالتالي فإن أثر الإحلال هذا يكون خيرا بالسالب لأنه في اتجاه واحد بالزيادة والآخر بالانخفاض أما أثر الدخل قد يكون موجبا يسير في نفس اتجاه السعر أو قد يكون سالبا يسير في اتجاه معاكس لتغير السعر يأتي هذه الفقرات في مثلا في الامتحان في صح وخطأ أو في علل فلابد أبناء الطلبة التركيز على هذه النقاط إن جي لزيادة التوضيح أثر الإحلال هو استجابة للمستهلك لانخفاض سعر سلعة بشيراء وحدات أكبر من هذه السلعة لتحل محل سلعة أخرى لم يتغير سعرها لأن السلعة الأولى أصبحت أقل سلعة من هذه السلعة فإذا كان سعر الكيلو جرام من لحم البقر مثال لزيادة التوضيح إذا كان سعر كيلو جرام من البقر خمسة دينار بينما سعر الكيلو جرام من لحم الدجاج اثنين دينار فعند انخفاض سعر لحم البقر إلى ثلاثة دينار للكيلو فإن بعض المستهلكين سوف يقوم بشراء كمية أكبر من لحم البقر وبالتالي ستنخفض الكمية المشترام من لحم الدواجر بالرغم من أن كيلو لحم البقر ما زال أغلى من كيلو لحم الدجاج وبالعكس في حالة ارتفاع سعر لحم البقر لأن في الحالة هذه سلعة تحيل محل الأخرى لأن المستهلك رغبته في لحم البقر وليس في الدجاج سواء انخفض سعر أو ارتفع لأن المتجة نحية سعر لحم البقر إذن في هذا في حالة أتر الأحلال إن جي أما أتر الدخل فإنه يعكس حقيقة إن التغير في سعر سلعة معينة أدى إلى تغير الدخل الحقيقي للمستهلك حيث يقيس الدخل الحقيقي كمية السلعة والخدمات التي يمكن للمستهلك شراؤها فعند انخفاض سعر سلعة ما فإن المستهلك يشعر إن دخله الحقيقي قد ازداد فيقوم بشراك مية أكبر من هذه السلعة والسلعة الأخرى بمعنى لزيادة التوضيح أتر الدخل والإحلال لنفترض إن شخص ما دخله ألف دينار شهريا يدفع منها تلتمية وخمسين دينار كقسط إيجار سكني في الشهر انخفض هذا القسط وأصبح إلى تلتمية دينار فإن المستهلك يشعر في هذه الحالة إن دخله قد ازداد ويصبح بذلك لدى المستهلك خياران إما أن يبقى في هذا السكن ويقوم بدفع تلتمية دينار أو إن يبحث عن سكر أكبر ويدفع تلتمية وخمسين دينار إذن في الحالة هذه أتر الدخل لاختلاف لزيادة الدخل الحقيقي بانخفاض السلعة أو ما ينفقه المستهلك ويلاحظ بأن زي ما قلنا أتر الإحلال والدخل يسيران في اتجاه حسب السعر واتجاه موجب أتر الدخل في نفس اتجاه السعر ويكون في اتجاه معاكس عند تغير أتر السعر حيث نلاحظ أن عند خفاض سعر سلعة معينة فإن هذه السلعة تصبح أقل سعرا مقارنة بأسعار سلعة أخرى فعندما ينخفض زي ما قلنا سعر لحم البقرة أو مثل الخروف يصبح أقل سعرا مقارنة بالألحاء أنواع اللحوم الأخرى وبالتالي فإن المستهلك سوف يقوم بشراك كمية أكبر من هذه السلعة مقارنة بأسعار السلعة الأخرى والتي بقى سعرها تابت مثل لحم الدجاج والبقر وغيرها من اللحوم وعند خفاض سعر السلعة مثلا ايه؟ بحيث يصبح أقل من سعر السلعة بي فإن القيم المنفعة للسلعة ايه تصبح أكبر منفعة من قيم السلعة بي ولكي يصل المستهلك إلى حالة التوازن في هذه الحالة يجب أن يتساوى هاتين القيمتين بزيادة عدد الوحدات المشترى من السلعة ايه والسلعة بي وفي التحليل الاقتصادي يمكن تقسيم هذا التغيير في الكمية المطلوبة من السلعة ايه عند تغيير سعرها مع بقاء العوامل الأخرى على حالها إلى أترين هما الأتر الدخل والأتر الأحلال فنجد بذلك أن أتر الدخل وأتر الأحلال إذن هما عوامل أو لهم تأثير لاستهلاك أو الكمية التي يستهلكها أو الكمية المشترى من السلعة لو أخذنا بالرسم البياني الموجود بالمنهج المعد للمادة فعندما يتغير سعر السلعة يتأثر من ناحيتين الناحية الأولى الدخل الحقيقي عن ناجمة عن تغيير الدخل الحقيقي والتانية إن المستهلك سوف يحل السلعة التي أصبحت أقل سعراً محل السلعة الأخرى التي أصبحت نسبية فبالشكل البياني الذي أمامي في المنهج أتر الدخل والأحلال الأتر الكلي لتغير السلعة على المستهلك ففي هذا الشكل نبدأ بنقطة التوازن ولنفرض النقطة A حيث يطلب المستهلك الكمية Q1 من السلعة X ولنفرض الآن إن سعر السلعة X قد ارتفع وبالتالي فإن خط الميزانية سينتقل إلى الخط الثاني وتصبح نقطة التوازن الجديدة هي النقطة B أي يرجع خط الميزانية إلى الأسفل أي ناحية اليسار ففي هذه الحالة إن خط الميزانية يرجع إلى ناحية نقطة الأصل ويحدث توازن جديد عند النقطة اللي هي بيء على منحن السواء الأول ويحصل المستهلك على الكمية Q2 من السلعة X وتسبب في ذلك إن السعر السلعة قد ارتفع وهذا ليه تأثير على استهلاك المستهلكة أو الكمية المستهلكة أي إن التأثير الكل لارتفاع سعر السلعة هو انخفاض الكمية المطلوبة من السلعة X ترجع الكمية بدل ما كان المستهلك ياخد في Q1 أصبح إلى Q2 ويمكن تقسيم الأثر الكل لتغير سعر السلعة X إلى قسمين القسم الأول هو أثر الإحلال والتاني هو أثر الدخل وكما هو موضح بالشكل عند ارتفاع سعر السلعة X فإن إشباع المستهلك قد انخفض نتيجة انخفاض الدخل الحقيقي وهذا ينعكس على انتقال نقطة التوازن النقطة A على منحن السواء 2 إلى النقطة B على منحن السواء الأول ولنفرض إنه بإمكان زيادة الدخل للمستهلك بالمقدار الذي يمكنه العودة إلى المنحن السواء الأول اللي هو C2 لنفرض إن حصلت زيادة في الدخل لهذا المستهلك وبالتالي انتقل خط الميزانية إلى الخط الأصلي الأول ماذا سيحدث؟ هذه الزيادة في الدخل سوف تؤدي إلى انتقال خط الميزانية زي ما قلنا للخط الأول من خط الميزانية 2 إلى خط الميزانية اللي هو الجديد 3 وليمس منحني السواء رقم 3 إذن ليمس منحني السواء رقم 3 عند النقطة دي يصبح بذلك أثر الإحلال هو الانتقال من النقطة A إلى النقطة C إذن من النقطة A إلى النقطة C أي إن أثر الإحلال هو انخفاض الكمية المشترى من السلعة X من Q1 إلى Q2 أما إذا سحبنا هذا الدخل الذي عوضنا به المستهلك فإن المستهلك ينتقل من النقطة D إلى النقطة التوازن أي إن الانخفاض في الكمية المشترى من السلعة X من Q2 إلى Q3 وبالتالي يتكول عندي الأثر الكلي اللي هو Q1 و Q2 بتساوي Q2 مضروبة في Q3 زايد Q3 في Q1 إذن هناك تأثير كلي أو أثر كلي لأثر الإحلال من ناحية انخفاض السلعة وأثر الدخل من ناحية انخفاض أو زيادة الدخل في هذه الأثرين في اتجاه أو مصار المستهلك في الكمية التي يستهلكها أو القادرة فإنه أنواع السلعة في حالة السلعة العادية هناك عدد من أنواع السلعة العادية السلعة الرديئة وسلعة جفل ففي حالة السلعة العادية عند انخفاض سعرها يرتفع الدخل الحقيقي وتزداد الكمية المشترى من السلعة أي إن الدخل الحقيقي والكمية المشترى يسيران في نفس الاتجاه وهنا يصبح أثر الدخل موجب ويقول منحن الطلب دومين سالب وهذا الوضع الطبيعي لمنحن الطلب هذا في حالة السلعة العادية يعني ينخفض سعر السلعة يرتفع الدخل الحقيقي وتزداد الكمية المشترى لنفرض أن مثلا عندي سعر الدواجن 10 دينار انخفض سعرها على سبيل المثال إلى 8 دينار العشرة دينار هذه 2 دينار هذه ستضاف إلى الدخل يشعر المستهلك في هذه الحالة أن دخله الحقيقي زاد فبالتالي هذه الزيادة فبدل إن كان المستهلك يشتري في كيلو واحد من لحم الدواجن أصبح أنه يقدر أن يشتري 2 و3 إذن سبب انخفاض هذا السعر إلى ارتفاع الدخل وشعور المستهلك أن دخله زاد فيزداد إشباع أو رغب تفيئ الشراء من هذه السلعة إذن هذه علاقة عكسية وأثر الدخل موجب وبالتالي يكون منحن الطلب في هذه الحالة دوميل سالب انخفاض السعر تزيد الكمية المشترى أما في حالة السلعة الرديئة يكون أثر الدخل سالب ولكن أقل من أثر الإحلال بمعنى انخفاض الدخل الحقيقي سوف يؤدي إلى زيادة الكمية المشترى من السلعة والعكس ويكون في هذه الحالة منحن الطلب سالب الميل أي بمعنى أن أثر الدخل سالب لكن أقل من أثر الإحلال أنه بمعنى عندما انخفاض الدخل الحقيقي يؤدي إلى زيادة الكمية المشترى من السلعة ويكون في هذه الحالة منحن الطلب سالب الميل أما في الحالة الأولى مؤثر الدخل بيكون خيرا موجب أما في حالة سلعة جفن يكون أثر الدخل سالب أي بمعنى كيف يكون سالب ولكن أكبر من أثر الإحلال يقول منحن الطلب في هذه الحالة موجب الميل وهذه الحالة استثنائية لأنها جرت العادة أن يكون منحن الطلب دميل سالب ليعكس العلاقة العكسية بين سعر السلعة والكمية المطلوبة من السلعة وهذه ما معترف عليه العلاقة العكسية في منحن الطلب هو التي توضح انخفاض السلعة تزداد الكمية المطلوبة من السلعة أما في حالة سلعة جفين يكون أثر الدخل سالم ولكن أكبر من أثر الإحلال فمنحن الطلب موجب في هذه الحالة يعني أن الدخل يكون مثلا إذا زادت مثلا خفضت السعر هذه السلعة يعني أثر الدخل في هذه الحالة يكون سالم وليس موجب يعني عكس زيادة شراء من هذه الكمية أما في أثر الإحلال يكون منحن الطلب موجب الميل وليس سالب الميل وهذه تعتبر زيما قلنا حالة استثنائية إذن هذه الحالات التلاتة وهذه الفقرات تعتبر فقرات المهمة وتأتي فيه مثلا في الأسئلة كصح وخطأ وفي علل وفي إجابة مثلا أسئلة الاختيار المتعدد إذن هذه الفقرة تم توضيح أثر الدخل وأثر الإحلال ماذا يقصد بأثر الدخل وأثر الإحلال وكيف أن نفرق بينهما الأثر الدخل بالزيادة وبالنقصان له تأثير كامل على زيادة أسعار السلعة له تأثير كامل على الكمية المشترى من السلعة سوى بالزيادة وبالنقصان فأثر الإحلال زي ما ذكرنا باختلاف السلعة مثلا السلعة العادية أو سلعة جفن يعني إحنا زي ما ذكرنا وشرحنا في الصابق هو استجابة المستهلك لانخفاض السعر للسلعة بشراء وحدات أكبر من هذه السلعة لتحل محل سلعة أخرى التي لم يتغير أسعارها لأن السلعة الأولى قد أصبح سعرها أقل من هذه السلعة إذن الإحلال بمعنى الاستبدال لتوضيح المعنى أكثر يعني ما معنى سلعة تحلم سلعة أخرى أو سلعة تستبدل بشراء سلعة أخرى الأمر يعني يا ابناء طلبة لزيادة التوضيح أدى إلى هذا الاستبدال وهذا الإحلال اللي هو انخفاض السعرها وزي ما شرحنا إن مثلا سعر اللحم انخفض على سعر الدواجن فيتجى المستهلك نظر لزيادة مثلا لشراء أو لاستهلاك كميات أكبر أكثر مثلا من سعر لحم البقر أو لحم الضار مقارنة يقارن السلعة هذه بسلعة لحم الدواجن مثلا خفض سعرها من 10 دينار إلى 5 دينار فبالتالي فإن المستهلكون سوف يقوموا بشراء كمية أكبر من لحم البقر هو سلعة واحدة لحم لحم بس لكن السلعة التي تستبدل بسلعة أخرى نتيجة لانخفاض سعرها وهذا يعتبر عامل مشجع لزيادة الطلب على السلعة التي انخفض سعرها وبالتالي ينخفض الكمية المشتراء من سلعة لحم الدواجن بالرغم أن سعر لحم البقر مازال أغلى من لحم كيلو الدجاج مثلا وبالعكس في حالة ارتفاع سعر لحم البقر إذن إذا كان سعر لحم البقر على سبيل المثال زي ما اذكرنا يساوي 5 دينار بينما سعر الكيلو جرام من سعر الدواجن يساوي 2 دينار فعندما ينخفض سعر لحم البقر مثلا 3 دينار فإن بعض المستهلكين سوف طبعا مش الكل نحن نتكلم على جميع المستهلكين أو المشتريين سيقومون بشراء كمية أكبر من لحم البقر اللي سعرها انخفض وبالتالي تنخفض الكمية المشترى من لحم الدواجن أي بمعنى يحدث هناك انخفاض في الكمية المطلوبة من سلعة لحم الدجاج وذلك بسبب اتجاه المستهلك أو المشتريين إلى سعر أو إلى طلب الكميات أكبر أو بما عدل أكبر من لحم البقر عن لحم الدجاج أي إن هذا الإحلال أو هذا الاستبدال يتحقق في توازن للمستهلك فهذا التوازن للمستهلك مثلا لو ركزنا مثلا عندما ينخفض السعر يحصل بذلك الدوران أو مثلا الحديث على الاتجاه إلى ناحية الدخل حيث أن الدخل الحقيقي للمستهلك قد يزداد لأن حاصل قسمة الدخل على السعر أقل يرفع من قيمة ما قد يحصل عليه المستهلك من السلعة مثلا وهي السلعة اللحم لنفترض أن مثلا التوازن للمستهلك مثلا في الحالة الأولى مثلا لو خدينا متلنا سلعة اللحم الدجاج على المنحنة الرأسي وسلعة لحم البقر عن المنحنة الأفقي طبعا خط الدخل يمس منحني السواء نحصل هناك على نقطة توازن كما شرحناها في السابق فعندما يحدث هناك إحلال انخفاض في سعر السلعة فبالتالي ينتقل زيادة الطلب وزيادة الاستهلاك من السلعة اللي هي إكس اللي هي لحم البقر فيحدث هناك استبدال سلعة الدجاج على سلعة البقر ويحدث انتقال لمنحنة خط الدخل ناحية السلعة التي يزداد فيها الطلب وبالتالي فإن الزيادة في كمية الهبوط لسعر السلعة يحصل زيادة في الكمية نتيجة أيضا لتحسن الدخل الحقيقي للدخل أحيانا هذا يؤدي مثلا زيادة الدخل الحقيقي إذن هناك أثر للدخل أدى الدخل أيضا إلى زيادة الدخل أدى إلى زيادة الاستهلاك من هذه السلعة كعامل مساعد لانخفاض سعرها مقارنة بالسلعة الأخرى إذن أحيانا حتى الدخل بزيادة الدخل أو انخفاضه يؤدي ذلك أو يشجع المستهلكين أو المشتريين إلى الاتجاه للسلعة التي انخفض سعرها لأنها سلعة اللحم سلعة واحدة لحم الدجاج أو لحم إذن هي سلعة اللحم تشملها لكن انخفاض السعر إذن هي مسألة إحلال سلعة عن سلعة أخرى وبالتالي يعتبر حتى الدخل ليه أثر كبير جدا في المسألة المستهلك في القوة الشرائية التي يقبل المستهلك على شراء المزيد من السلعة التي انخفض سعرها أو إحلال سلعة محل سلعة أخرى نتيجة لعامل الدخل أما أثر الإحلال نلاحظ إنه يسير في اتجاه معاكس لتغير السعل فعندما ينخفض السعر تزداد الكمية المشترى من السلعة زيما ذكرنا بينما تقل الكمية المشترى من السلعة عند ارتفاع السعر وبالتالي فإن أثر الإحلال على نوع السلع يقوم بالسالب أما أثر الدخل فإما أن يكون موجبا أو يكون سالبا بمعنى أي إنه يسير في نفس اتجاه تغير السعر أو في اتجاه معاكس لتغير السعر وعندما يرتفع الدخل الحقيقي نتيجة لانخفاض سعر السلعة وتزداد الكمية المشترى من السلعة فإن الزيادة في الكمية المشترى والدخل الحقيقي يسيران في نفس الاتجاه واحد أي يسير في اتجاه واحد وبالتالي يصبح أثر الدخل موجبا ويطلق على هذه السلعة في هذه الحالة السلعة العادية إذن فيه هناك اختلاف في تأثير السلعة العادية وصلعة جفم أما إذا كان أثر الدخل سالب بمعنى أن الكمية الزيادة الكمية المشترى من السلعة عند انخفاض الدخل الحقيقي للمستهلك وتنخفض مع زيادة الدخل الحقيقي فإذا كان أثر الدخل سالم ولكن أقل من أثر الإحلال فإنه يطلق على هذه السلعة بالسلعة الرديئة أما إذا كان أثر الدخل سالم ولكن أكبر من أثر الإحلال فإن السلعة هذه يطلق عليها سلعة جفن وحنوضح ما معنى سلعة جفن في حالة السلعة العادية والسلعة الرديئة يكون منحنى الطلب دوميل سالم أما في حالة سلعة جفن فإن منحنى الطلب يكون دوميل موجب وهذه حالة استثنائية ولذلك لأنها جرت العادة أن يكون منحنى الطلب دوميل سالم ليوضح العلاقة العكسية بين سعر السلعة والكمية المطلوبة من هذه السلعة نجي نوضح إذن السلعة العادية هي معروفة عنا سلعة عادية لكن نجي نوضح شم معنى سلعة جفن تعتبر سلعة جفن حالة شادة والطلب عليها خالف التوقعات النظرية فقد لاحظ جفن طبعا هي نسبت اسم هذه السلعة بسلعة جفن إلى السير روبرت جفن فيلسوف واقتصادي استكلمدي كان سنة 1910-1837 إذن هذه السلعة نسبت اسمها سلعة جفن أي حد من الطلبة يتساءل هي شم معنى سلعة جفن تو السلعة العادية هي السلعة المستهلكة لكن السلعة الرديئة هي غير صالحة أو جيدة يعني معروفة سلعة رديئة أو سلعة جيدة لكن سلعة جفن يتساءل أي طالب ما تعني كلمة سلعة جفن ولماذا سميت إذن سميت بسلعة جفن نسبة إلى السير روبرت جفن فيلسوف اقتصادي استكتلندي 1837 1910 تعتبر هذه السلعة حالة شادة والطلب عليها خالف التوقعات النظرية فقد لاحظ جفن أن زيادة أسعار سلعة البطاطا طبعاً يسلعة جفن سلعة البطاطا أيام المجاعة في إيرلندا أدت إلى زيادة الكمية المطلوبة منها وبعد دراسات معقمة من قبله معمقة عميقة يعني من قبله ومن علماء آخرين أتوا من بعد تبين أن مثل هذه السلعة تختلف في أمرين هامين عن بقية السلعة واحد أنها سلعة رديئة للغاية بالنسبة لبقية السلعة المعروفة للمجتمع والذي تراقت فيه ظاهرة سلعة جفن اتنين أنها سلعة أو أنها المصدر الأساسي لغداء الفقراء إذن في الفترة هديكة ميزت سلعة البطاطا بهذه السلعتين عن طريق هديد من العلماء على أنها سلعة رديئة للغاية بالنسبة لبقية السلعة الموجودة في المجتمع وبعدين هي يعتبروها لأن ظاهرة انتشار ظاهرة المجاعة أنها هي المصدر الأساسي للفقراء في تلك الفترة فعندما ترتفع أسعار السلعة من هذا النوع ينخفض الدخل الحقيقي للفقراء طبعا يعني يستطيع أن يشره دول الدخول المرتفعة والدخول العادية لكن الفقير اللي كان يأكل مثلا ويشترب سلعة البطاطا لا يستطيع شراءها وبشكل كبير نسبيا ولأنه لا يوجد للسلعة بدائل فإن الكميات المطلوبة منها تزداد لأنها بديلة لداتها ويكون أثر الدخل سالب القيمة في الحالة هدية مما يعني أن الفقراء يقبلون على استهلاكها أكثر عندما يرتفع سيرها بمعنى أثر الإحلال وأثر الدخل والأثر الكلي للسلعة حسب نوعها فلو مثلا لاحظنا أن السلعة العادية أثر الإحلال عليها زيادة وأثر الدخل زيادة إذن الأثر الكلي لها زيادة السلعة الرديئة ليست جفن زيادة في أثر الإحلال تستبدل بسلعة أخرى أثر الدخل يحدث عليها انخفاض أثر الكلي لها زيادة سلعة جفن أثر الإحلال زيادة يعني سلعة بتحل محل سلعة أخرى ما فيش أن هي السلعة لبديلة الأخرى بالنسبة للفقراء زيادة الدخل أو يحدث انخفاض في الدخل فيحدث الانخفاض الأثر الكلي يؤدي إلى انخفاض الطلب على هذه السلعة بناء على ما تقدم من هذه الشرح وهذا التوضيح لمعنى السلعة العادية وسلعة جفن نصل إلى أن العلاقة العكسية بين السعر السلعة والكمية المطلوبة منها ذو علاقة عكسية إذن في حالة الأثر الدخل والحالة الإحلال السلعة زي ما قلنا العادية والسلعة جفن نلاحظ أن أثر الدخل سالب في حالة انخفاض الدخل الحقيقي السلعة المشترى وينخفض مع زيادة الدخل الحقيقي فإذا كان أثر الدخل سالب ولكن أقل من أثر الإحلال إذا كان أثر الدخل سالب يعني بالانخفاض وأقل من أثر الإحلال فيطلق على هذه السلعة بالسلعة الرديئة تأتي في سؤال متى نعرف السلعة الرديئة من السلعة العادية أو السلعة جفن إذن هذه النقاط توضح الأوجه الفرق بينهما وما تأثير الدخل والكمية المطلوبة من السلعة العادية والسلعة جفن والسلعة الرديئة إذن هذه هي زيادة توضيح لفكرة أثر الإحلال وأثر الدخل أما اشتقاق منحني طلب الفرد يمكننا باستعمال قانون تناقص المنفع الحدية والذي سبق واندكرنا وشرحناه في السلايدات الأولى توضيح كيفية اشتقاق منحني طلب الفردي على سلعة معينة ولنبدأ بتوازن المستهلك الذي يحدد لنا الكمية المطلوبة من السلعة إكس عند السعر المحدد ونستطيع بعد ذلك تغيير سعر السلعة إكس مع تبات العوامل الأخرى فنحصل على نقطة توازن جديدة للمستهلك ويتحدد بذلك على دو هذه النقطة الجديدة الكمية المطلوبة من السلعة إكس عند السعر الجديد ومن هنا يمكننا الحصول على نقطتين نقطتين وحيث أننا نحتاج على الأقل إلى نقطتين لرسم منحنة الطلب وبإيصال هاتين النقطتين نحصل على منحنة الطلب المستهلك للسلعة إكس والذي يبين الكميات المطلوبة من السلعة إكس عند مختلف الأسعار مع تبات العوامل الأخرى ونقصد بكلمة العوامل الأخرى اللي هي المتغيرات التي يمكن أن تؤثر في الطلب على سعر السلعة إذن يحدث التوازن بزيادة التوضيح التوازن الذي يحدث من خلال مماس منحنة السواء مع خط الدخل وعند انتقال خط الدخل إلى اليمين والتفاع منحنة السواء تحدث نقطة التوازن الثانية اللي هي بي انتقال خط الدخل إلى ثلاثة منحنة السواء ثلاثة جيم لو وصلنا إذن و ألف و بي وجيم إذن هذا منقاط التوازن الثلاثة لو وصلنا هذا التوازن بالأسعار للسلعة المطلوبة و المنحنة الأفقي الكمية نجد أن نحصر على ما يسمى بمنحنة الطلب اللي هو ينحدر من أعلى إلى أسفل من نقطة التوازن الأولى و نقطة التوازن الثانية و نقطة التوازن الثالثة فقبل توضيح هذه العوامل التي يمكن أن تؤثر في الطلب على هذه السلعة اللي هي مثل دوق المستهلك و دخل المستهلك و أسعار السلعة الأخرى سواء كانت هذه السلعة سواء المكملة أو البضيلة و يمكننا استخدام الجدول المبين في سلايدر القادم لاشتقاك منحنة الطلب على السلعة X و قد وجدنا من الجدول أن المستهلك يصل إلى أقصى إشباع ممكن بإنفاق دخله 12 دينار عندما يحصل على 3 وحدات من السلعة X و 6 وحدات من السلعة Y و عندما يكون سعر السلعة X 2 دينار وسعر السلعة Y دينار واحد و يمكن تمثيل هذه النقاط بالنقاط المبينة عن المنحنة والذي يبين حجم السعر عن محور الرأسي إذا ما قلنا و حجم الكميات المطلوبة من هذه السلعة على المحور الأفقي و عند توصيل هذه النقاط ببعض نحصل على ما يسمى بمنحنة الطلب الفرد للمستهلك على سلعة معينة فالنقاط التي توضع على هذا المنحنة و بالتالي وحدة الأخرى فإن جدول القيم المنفعة الحدية سيتغير و تبع لذلك فإن نقطة توازن المستهلك اللي هي X2 و Y6 لا تمثل حالة توازن لهذا المستهلك فنجد إن المنفعة الحدية لآخر دينار قد أنفق على السلعة X لشراء الوحدة الثالثة من السلعة X يعطي الآن 12 وحدة منفعة بينما آخر دينار قد أنفق على السلعة Y لشراء الوحدة السادسة من السلعة Y سوف يعطي 6 وحدات منفعة فقط وحتى يصل هذا المستهلك إلى نقطة التوازن جديدة فإنه عليه أن يشتري وحدات أكثر من السلعة X التي انخفض سعرها حتى تنخفض المنفعة الحدية لهذه السلعة ويمكننا القول إن نقطة التوازن الجديدة سوف تتحقق عندما يستهلك 6 وحدات من كل السلعتين X و Y ويمكن معرفة ذلك عن طريق تطبيق شرط التوازن وقد أشرنا إليه شروط التوازن عندما حددنا أو وضحنا فكرة كيف يحقق المستهلك توازن في حدود دخلة لكن الآن نوضح كيف أنه يمكن أن نحصل أو نشتق منحني الطلب فشرط التوازن اللي هو بيقول M U X على B X بيساوي M U Y على B Y ويساوي 6 على 1 بتساوي 6 على 1 إذن لو طبقنا شرط التوازن الثاني B X في Q X زايد B Y مضروبة في Q Y بتساوي M أي السعر 1 في 6 اختار المستهلك 6 كميات من السلعة X زايد السعر السلعة Y التانية دينار الكمية اللي هي 6 إذن 6 زايد 6 12 ونقطة التوازن هذه الجديدة باختلاف الأولى اللي تحصلنا عليها باستهلاك سلعتين من السلعة X و6 من Y إذن في الحالة هذه 6 من السلعة X و6 من السلعة Y ونقطة التوازن الجديدة هذه تعطينا نقطة أخرى على الشكل وهي النقطة G وبتوصيل النقطتين اللي هما G والF نحصل على ما يسمى بمنحن الطلب الفردي للسلعة X إذن من خلال هذا الجدول البي X عندنا على سبيل المثال لو رسمنا الرسم البياني لهذا الجدول عندما يكون سعر السلعة X واحد وسعر البي Y واحد نحصل على ما يسمى بتطبيق شرط التوازن الأول وشرط التوازن الثاني نحصل في حدود إمكانية دخل المستهلك اللي هو 12 دينار يمكننا تحقيق نقاط توازن جديدة للمستهلك في حدود دخلة زي النقطة اللي هي G والنقطة F على نفس المنحنة ولو إحنا وصلنا النقطتين هادم أو حصلنا نقطة تانية لاستهلاك كميات مثلا مختلفة بعد تطبيق شرطي التوازن لو حصلنا مثلا نقطة تالتة أو على سبيل المثال C لو وصلناها نستطيع تمثيل أو تحقيق منحنة الطلب الفردي وهكذا نكون قد تم كعملية اشتقاق منحنة الطلب الفردي نصل الآن إلى توضيح منحنة الاستهلاك السعري يمكن تعريف منحنة الاستهلاك السعري على إنه ردة فعل المستهلك في الكميات المطلوبة من سلعة الماء والناجمة عن التغيرات في سعره أي بمعنى إن منحنة الاستهلاك السعري شمعناها؟ ردة فعل الفرد في الكميات المطلوبة من سلعة الماء إذن يعني إنه في علاقة تربط بين الاستهلاك والسعر يعني زيادة الكميات المطلوبة من سلعة الماء أو انخفاضها إذن فيه هناك ردة فعل في عامل اللي هو عامل السعر فنحن نعرف بطبيعة الحال يريد كل مستهلك أن يحقق المنفع القصوى من استهلاكه ولكن هذا الأمر يتوقف على ضغوط ميزانيته ويمكن تحديد عدد الوحدات التي يمكن للمستهلك أن يشتريها من سلعة معينة مثلا سلعة X والسلعة Y بما يحقق له الاستفادة القصوى من هاتين السلعتين ولكن الأخذ في الاعتبار ضروري لدخل المستهلك وأسعار كل من هاتين السلعتين مثلا كم يستهلك من السلعة X ومن السلعة Y فلو لاحظنا مثلا زي ما أخذنا مثلا كيف يتحدد توازن المستهلك في المحاضرة السابقة يتحدد بمماس خط الميزانية مع منحني السواء اللي هو يعتبر بمتابة الحض الفاصل بين ما يمكن شرائه وما يمكن لا شرائه لما زي ما قلنا احنا مثلا خط الميزانية هو خط إمكانية الدخل فمثلا مرتب فرد مثلا مرتبه 200 دينار مثلا حتى ولو كانت رغبته في شراء مثلا أي نوع من السلعة مثلا تكلف 400 دينار فهذا خارج حدود إمكانية دخلة فالتوازن يتحدد في طلب المستهلك أو الفرد للصلعة التي تحقق رغبته وإشباه حاجته في حدود إمكانيته وفي حدود ميزانيته فبالتالي فإن المستهلك لا يكون قادر على تحمل نفقات أعلى من مستوى دخله وعلى الرغم من ارتفاع مستوى المنفعة مثلا عند هذه النقطة يعني النقطة اللي خارجها اللي هي دخلة يعني هي يرى إن هي تحقق له أكبر منفعة ويتحصل بها على أكتر مستوى إشباع لكن نظر لأن هذه النقطة تحتوي عددا من الوحدات من السلعتين مثلا استهلكها من السلعة X أو من السلعة Y يفوق مستوى دخله فبالتالي يمكن للمستهلك أن يشتري عدد من الوحدات من السلعتين مثلا هذا عند نقطة معينة يكون المستهلك قادر على شراء المزيد منها وتحقيق رغبته وأشباعه دون أن يؤثر على استهلاكه من السلع الأخرى وإذا أراد أن ينفق مثلا كل دخل علتين السلعتين فهو سيعمل على انتقاء الوحدات التي تحقق له أقصى منفعة ممكنة ويمكن للمستهلك أن يشتري عدد من الوحدات السلعة مثلا عند النقطة التي هي داخل حدود ميزانيته وداخل حدود إمكانيته إذن فالاستهلاك معنى الاستهلاك السعري فإن وحدات الاستهلاك للفرد والمستهلك لها علاقة وطيضة بمستوى السعر وارتفاع السعر وإمكانية دخلها فبالتالي منحنى الاستهلاك السعري يعتبر الالتماس اللي هو بخط الميزانية ذات ما ذكرناه ومنحنى السواء إذن هذا هي اللي تحدد التوازن للمستهلك ومدى حصوله إشباعي ومنفعته من السلعة إكس ومن السلعة واي والمقصود بالحضار منحنى السواء اللي هو الخط الإشباع والخط الميزانية اللي هو خط الدخل فهذا الأساس في ذلك اللي هو قيمة أو حد السعر لهتين السلعتين لكن في حدود دخل وإمكانية هذا المستهلك إذن منحنى الاستهلاك السعري يوضح حصول الفرد أو المستهلك على كمياته من السلعة أو الإكس والسلعة واي لكن في حدود دخلة إذن الاستهلاك مرتبط بالسعر للسلعة لاحظنا إن المستهلك يصل إلى نقطة التوازن عندما يمس خط الميزانية أعلى منحنى سواء ممكن فإذا كان المستهلك يستهلك سلعتين لنفرض ما ذكرنا سبيل المثال السلعة إكس والسلعة واي السلعة إكس هو بي إكس واي وسعر السلعة واي هو بي واي إكس ولنفرض إن الدخل اللي هو إم ودوق المستهلك ممتل بمنحنيات السواء اللي هي إلا سي واحد وسي اثنين وسي اثلاثة وخط الميزانية اللي هو رقم واحد ونقطة التوازن في الحالة هادي هتكون اللي هي إذن النقطة إي اثنين ونلاحظ من هذه النقطة لنفترض إن دخل المستهلك سعر السلعة سعر السلعة واي ودوق المستهلك تضل تابتة لفترة زمانية ولنسمح لسعر السلعة إكس أن يتغير على سبيل المثال حد التغير في سعر السلعة وبالتالي فإن خط الميزانية يتغير تبعا لتغير سعر السلعة إكس فإذا فرضا إن سعر السلعة إكس ارتفع من بي إكس واحد على سبيل المثال إلى بي إكس اثنين يعني ارتفع سعر السلعة من بي إكس واحد إلى إكس اثنين فبالتالي نجد إن خط الميزانية الجديد الممثل بالخط الثاني وتصبح هناك ينتقل هناك توازن جديد اللي هي النقطة إي واحد إذن فبالتالي ينتقل خط الميزانية اللي هو من سي إلى بي إلى دي وتحدث نقطة توازن جديدة اللي هي الإي واحد أما إذا خفض سعر السلعة إكس إلى بي إكس ثلاثة فإنه ينتج خط ميزانية جديد ممثل بالخط اللي هو الإي ثلاثة ونتج عنه نقطة توازن جديدة اللي هي الإي ثلاثة وبتوصيل هذه النقاط الثالثة اللي هي إي واحد وإي اثنين وإي ثلاثة نحصل على منحنة اللي هو يعرف بي البي إي سي أي يعرف بمنحنة السعر والاستهلاك وهو عبارة عن المنحنة الواصل بين نقاط التوازن المستهلك الناجمة عن تغير سعر السلعة إكس مع بقاء العوامل الأخرى تابتة اللي هي العوامل الأخرى اللي هي سعر السلعة واي داخل المستهلك ودوق المستهلك إذن في الحالة هذه إذن نتيجة لتغير سعر إحدى السلعتين وعلى سبيل المثال احنا أخذنا السلعة إكس وبالتالي ينتقل خط الميزانية بالزيادة مرة وبالانخفاض أما منحنيات السواة طبعا عندي ثلاثة منحنيات اللي هم سي واحد و سي اثنين و سي ثلاثة فبذلك من ناحية هذا الانتقال والتغير في هذا السعر تحدث نقاط توازن ثلاثة مختلفة اللي هي من اي اثنين إلى اي واحد و اي ثلاثة ولما نوصل هذه النقاط نحصل بالخط اللي هو المثل الأمامي اللي هو السهم الأحمر بما يسمى بمنحني السعر والاستهلاك إذن في الحالة هذه إن الاستهلاك لي علاقة في تحديد معدل التوازن فرأينا إن كلما خفض السعر السلعة ارتفع مثلا سعر السلعة يتكون خط جديد وتصبح نقاط توازن جديدة أما إذا خفض السعر السلعة إلى بي اكس ثلاثة نفسي ينتج عنها خط جديد ممتل وتحدث عنها نقاط توازن جديدة بينما سعر السلعة اللي هي الواي بخير سعرها تابت إذن وبهذا التوازن يحدث مستوى تختلف مستويات الإشباع وتحدد عندي نقاط التوازن الجديدة ونكون قد وصلنا هذه النقاط ونحصل بمنحنة السعر والاستهلاك اللي هو الواصل بين نقاط التوازن الناجمة عن تغير سعر السلعة اكس مع بقال عوامل الأخرى تابتة إذن اللي حدث عندي نيه باش تحصلنا على منحنة الاستهلاك السعري إذن تغير في سعر السلعة واحدة عن الأخرى إذن حدث تغير زيادة وانخفاض في سعر السلعة إكس على سبيل المثال عن السلعة واي وكما موضح أمامي في الرسم البياني إذن منخفاض سعر السلعة فإن خط الميزانية A B سينتقل إلى المحور السيني إلى النقطة C ويصبح خط الميزانية الجديد اللي هو الـ A C والذي سيمس منحنة السواء إلى C الثاني الذي يمثل مستوى إشباع أعلى في النقطة E الثاني إذن عندي مستويات الإشباع تختلف اللي هي على C واحد على C ثاني كم هو موضح أمامي بالرسم المنحنة السواء الأول الأسود والثاني الأحمر إذن مستوى الإشباع للمستهلك من استهلاكه للسلعة واي وللسلعة إكس إذن يختلف من النقطة واحد E واحد إلى النقطة E تنين وعندما ماس هذه المنحنيات السواء من C واحد إلى C تنين ومثلا حصل انخفاض في خط الميزانية خط الميزانية ينتقل إذن قلنا من C تنين إلى C واحد وفي الحالة هذه يمس كل منهما خط السواء الجديد ويحصل المستهلك على مستوى إشباع تاني فبالتالي تصبح النقطة E تنين نقطة التوازن الجديدة إذن حدث عندي توازن في الحالة الأولى الذي حصل بين مماس منحني السواء C واحد وخط الميزانية الأول اللي هو الـ A B حدث عندي نقطة توازن ومستوى إشباع للمستهلك من هتين السلعتين عند الـ E واحد أما عندما تغير خط الميزانية اللي هو تابت عند السلعة Y زي ما ذكرنا وانتقل إلى السلعة X إلى اليمين نتيجة لتغير سعر هذه السلعة عند مستوى تكون عندي مستوى إشباع تاني اللي هو C2 إذن المماس التاني لمنحني السواء التاني شن حصل فيه؟ حصل فيه نقطة توازن وإحنا فهمنا إن نقلنا نقطة توازن المستهلك تتحدد هذه النقطة عندما يمس منحني السواء خط الميزانية إذن كيف يتحدد توازن المستهلك بين السلعتين عند مماس منحنة السواء اللي هو مستوى الإشباع لخط الميزانية اللي هو حدود إمكانيتها إذن هذه النقطة اللي هي النقطة الحمراء للمستوى الإشباع التاني اللي هو عنده C2 حديدت لي نقطة توازن اللي هي E2 هذه الكمية التي يستطيع المستهلك استهلاكها وشراءها من السلعة Y والسلعة X عندما تحدد سعر السلعة وبزيادة خط الميزانية إلى اليمين إذن في الحالة هذه مستوى الإشباع للنقطة التانية لأن خط الميزانية زاد حيكون أعلى من خط الميزانية اللي هو عنده نقطة توازن E1 وستصبح نقطة التوازن الجديدة وبتوصيل زي ما ذكرنا نقاط التوازن الـ E1 والـ E2 نحصل على منحن السعر الاستهلاكي اللي هو الـ BCC والذي يوضح هنا زيادة استهلاك السلعة نتيجة لانخفاض سعرها إذن منحن الاستهلاك السعري بالعلاقة اللي احنا درسناها إنه قلنا كلما ينخفض سعر السلعة يزداد الاستهلاك إذن ليس هذا التابت على هذه العلاقة بس إذن قال لي إن زيادة استهلاك السلعة نتيجة لسعرها نحصل على نقاط توازن وبتحديد مستوى الإشباع وفي حدود إمكانية دخلها المستهلك إذن في حدود إمكانية دخل أحياناً ينخفض سعر السلعة ونرى إن هذه السلعة تحقق له مستوى إشباع ولكن ليس في إمكانية دخلها أو حدثة عندها انخفاض في الدخل إذن انخفاض السعر كذلك في مستوى الإشباع وفي حدود إمكانيته يتحقق لأن مستهلك توازن وعند توصيل هذا من النقاط لمستويات الإشباع المختلفة للمستهلك وتحقيق نقاط توازن نحصل على ما يسمى بمنحن الاستهلاك السعري لهتين السلعتين وكما موضح أمامي في الرسم البياني إذن مخفاض سعر السلعة فإن خط الميزانية أما لمنحن الاستهلاك السعري عندما تكون السلع كمالية إذن حسب نوعية السلعة فنلاحظ إن لو بينا المنحن الأفقي الكمية المطلوبة من السلعة X والسلعة تكون كمالية والكمية المطلوبة من السلعة Y برضو نفس الشي هي سلعة كمالية نلاحظ إن التغيرات في منحن الخط الميزانية أو خط الميزانية اللي هو الـ D والـ C والـ B لنفرض إن نقطة التوازن الجديدة اللي هي الـ E2 ونقطة التوازن الأولى على خط الميزانية الأول ومنحن السوا الإشباع الأول اللي هو C1 فنلاحظ إن انخفاض السعر من هذه السلعة X ينتقل خط الميزانية إلى اليمين ويزداد الطلب على هذه السلعة من خفاض مثلا السعر نلاحظ إن النقطة الأولى E1 ثم E2 و E3 نلاحظ إن بزيادة انخفاض السعر نحصل على الكمية وعند مستوى الخط التالت الميزانية اللي هو الـ V ما بالتالي نلاحظ إن خفاض السعر على السلعة الكمالية يشجع تشجيع كامل على زيادة الطلب من هذه السلعة وإذن نحدد مستوى الاستهلاك السعري في السلعة الكمالية إذن المنحنة الواصل بيناتهم هو الخط الأحمر للسهم الـ E1 والـ E2 والـ E3 نلاحظ إنه متجه من أعلى إلى أسفل إذن كلما زاد السعر في الانخفاض تزداد الكمية المطلوبة من هذه السلعة وبالذات إن هي السلعة كمالية فنقاط التوازن مستويات الإشباع E1 و E2 و E3 إذن يتحدد السعر للمنحنة الاستهلاك يتحدد زيادة كل الاستهلاك إذن بالانخفاض في السعر وخط الميزانية في هذه الحانة نصل الآن إلى ما يعرف بمنحنة الاستهلاك الدخلي منحنة الاستهلاك الدخلي هو ذلك المنحنة الذي يوضح العلاقة بين تغيرات الدخل وتغيرات الكمية المطلوبة من سلعة ما ويمكن التعبير عن دخل المستهلك من خلال خط الميزانية وإن تغيرات الدخل ستؤدي في حالة تبات العوامل الأخرى المؤترة في الطلب كالسعر والأدواق وغيرها ستؤدي إلى انتقال خط الميزانية حسب نوع التغير فيبتعد بذلك هذا الخط عن نقطة الأصل عند الزيادة ويقترب عند الانخفاض إذن إن العوامل كالسعر والأدواق تؤثر لها تأثير على خط الميزانية فبالتالي ينتقل خط الدخل في حالة الزيادة إلى اليمين وفي حالة الانخفاض عند اليسار إذن فمنحنى الاستهلاك مع الدخل أو مصار الاستهلاك مع الدخل أي بمعنى هذا يوضحنا تغيرات الاستهلاك مع الدخل فتعريف هو منحنى مصار يعطي الاتجاه الذي يزيد الاستهلاك نحوه عندما يزيد قيد الدخل أي السلعة التي يزيد الاستهلاك منها عندما يرتفع قيد الدخل بمعنى عندما يزداد هذا الدخل نرى إن الاستهلاك مثلا يزداد من سلعة ما ثم يزداد من سلعة أخرى وانخفض من سلعة مثلا زي السلعة المكملة مثلا سلعة البنزين وسلعة السيارات مما يعني إن هذه السلعة هي من السلعة مثلا المكملة لبعض والسلعة التي لا يمكن الاستفادة أو الإشباع رغبة المستهلك أو الفرد إلا بوجود هذين السلعتين مع بعض فالدخل في هذه الحالة حيكون ليه تأثير أو زيادة الطلب على الاستهلاك في هذه الحالة ليه تأثير مثلا لو ارتفع مثلا سعر السيارات فبيقل الطلب على الوقود فلماذا بنشتري أنه الوقود وأنه لم أملك مثلا سيارة ففي الحالة هذه البنزين سلعة والسيارات يعتبر سلعة حتى لو زاد الدخل ولكن لم ارتفع سعر سلعة عن سلعة أخرى إذن هذا لاهي تأثير فيؤدي ذلك إلى انتقال خط الميزانية بالدخل وزيادة الدخل لكن انخفاض الاستهلاك وزيادته يحدد مدى حاجة ورغبة أو المنفعة التي تحصل عليها من السلعة كذلك زي ما اخدنا مثلا على سبيل المثال السلعة البديلة للشاي والقهوة مثلا اللي هي مثلا والسلعة المكملة لها مثلا السكر فإذا ارتفع سعر السكر فيقل الطلب على الشاي وعلى القهوة إذن فمسار الاستهلاك أو منحن الدخل والاستهلاك احنا خدينا المرة اللي فاتت منحن الاستهلاك السعر إذن السعر يزداد أو ينخفض به عامل مهم اللي هو السعر ما تقل السعر يزداد الاستهلاك ارتفع السعر انخفض الاستهلاك إذن في العامل الثاني اللي هو منحنة الاستهلاك الدخلي أي بمعنى واضح أن الاستهلاك علاقة له بالدخل بزيادة ارتفاع الدخل وانخفاضها فبالتالي لو لاحظنا أن نوعية الدخل وتأثيرها بالزيادة والانخفاض يكون لها مثلا تأثير معين على بعض السلع ونوعية السلع فعلى سبيل المثال أثر الدخل بالنسبة للسلع العادية سيكون موجب وسالب بالنسبة للسلع الرديئة فإن الزيادة والنقصان في قيد الموازنة يؤدي إلى إزاحة كاملة في خط الدخل أما في الأعلى فحالة الزيادة أدى إلى اليمين وإلى اليسار في حالة النقصان إلى أسفل أما تغير سعر السلع فإنه يؤدي إلى دوران قيد الميزانية أما إلى اليمين وإلى اليسار ومن أسفل القيد ومن أعلى إذن ففي الحالة هذه يؤثر مثلا تبات سعر سلعة وتغير سعر السلعة أخرى فإن هذا يؤدي إلى انتقال وتغير خط الميزانية وهذا له تأثير كبير على معدل استهلاك على نوعية السلعة والرسم البياني الذي أمامي يبين بافتراض تبات عوامل الأخرى المؤثرة في الطلب بضمنها الأسعار فإن التغيرات التي تحدث على الدخل والتي معبر عنها بالخطوط الميزانية اللي هي الـ EF والDC والBA وكل واحد منهما يمس أحد منحنيات السوا في خارطة المستهلك وهي المنحنية واحد C1 وC2 وC3 فهذه المنحنيات على التوالي لاحظ أن مستويات الإشباع لخط الميزانية بالنسبة لمنحني السوا الذي يمس خط الميزانية الأول اللي هو الـ AB والـ CD والـ EF إذن هناك اختلاف مستويات الإشباع ونقاط التوازن اللي هي الـ E1 والـ E2 والـ E3 أي أن المنحنة الواصل بين نقاط هذه التوازن عندما يتغير الدخل الميزانية مع تبات دوق المستهلك وأسعار السلعتين يعني أن خط الميزانية يزداد بزيادة يتجأ ناحية اليمين في حالة أنها السعر تابت والدوق المستهلك العام الأخرى تابتة إذن اللي عامل يتغير اللي هو الدخل بزيادة عامل الدخل فنلاحظ أن الخط الميزانية اللي هو الأول الـ CD اللي باللون الأحمر ينتقل في حالة الزيادة إلى اليمين اللي يوضحه الخط الأسود اللي هو EF وفي حالة الانخفاض يرجع إلى اليسار لانتجاه النقطة الأصل عند الخط اللي هو الـ AB ومستويات الإشباع اللي هي خط الإشباع الثلاثة اللي هي الـ C1 تمس منحني الخط الميزانية اللي هو الـ AB الأول والـ C2 اللي هي تمس خط الميزانية اللي هو الـ CD الثاني وـ C3 منحنة السواء يمس خط الميزانية اللي هو الـ EF3 إذن هذه التغيرات بالنسبة للدخل بغض النظر على ارتفاع وانخفاض السعر للسلعة فالزيادة التي حدثت الآن حدثت في مستويات الدخل فبنلاحظ احنا كيف يتأثر مستوى الاستهلاك أو زيادة الطلب على الكمية المطلوبة من هذه السلعة أو من سلعة معينة في حالة ما يزداد الدخل احنا نعرف ان كل ما يزداد الدخل بغض النظر عن عوامل الأسعار أو عوامل الأخرى انه يزداد الاستهلاك من السلعة ولكن أحيانا يحدد هذا الشيء هل هي السلعة الضرورية أو الكمالية أو السلعة اللي هي العادية أو السلعة الرديئة ففي الحالة هذه نرى ان حدثت عندي ثلاثة نقاط من التوازن فعلى سبيل المثال هي النقطة الأولى الـ E1 والـ E2 والـ E3 إذن المنحنة الواصل بين نقاط توازن المستهلك عند تغير الدخل مع تباد دوق المستهلك وأسعار السلعتين فليشتقاق هذا المنحنة نفترض ان دوق المستهلك عند استهلاكه للسلعتين اللي هما الـ X و Y يمكن تمثيله بالمنحنيات السواء اللي هي الـ C1 والـ C2 والـ C3 وخط الميزانية اللي هو عند الخط رقم الأول اللي سميناه الـ A, B والـ C, D والـ E, F وعند الدخل الـ M فأسعار السلعتين اللي هما الـ X والـ Y اللي هما الـ BX والـ BY على الترتيب وبتطبيق شرط التوازن فإننا نجد أن نقطة التوازن وهي النقطة الأولى اللي هي في الخط الميزانية الأولى اللي هي النقطة E فنلاحظ أن هذه النقطة حادث التوازن وذلك لأنها تمث منحنيات السواء خط الميزانية فمستوى الإشباع يتحدث في هذا الخط عند النقطة اللي هي الـ E2 وهي ونتيجة بعد ذلك فإن خط الميزانية يرتفع في حالة زيادة الدخل إلى اليمين حتى يصبح الخط الثاني اللي هو الـ E, F فبالتالي عند مستوى الإشباع الـ E3 تنتقل خط الميزانية مستوى التوازن عند الـ E3 وتحدث نقطة توازن جديدة وإذا انخفض دخل المستهلك فإن خط الميزانية سوف ينتقل إلى اليسار ويمثله بذلك الخط اللي هو الـ A, B وتحدث نقطة توازن اللي هي الـ E1 فنلاحظ أن نقاط التوازن الجديدة اللي هي الـ E1 و E2 و E3 فلو قمنا بتوصيل هذه نقاط التوازن فإننا نحصل على ما يسمى بمنحن الدخل والاستهلاك وهذا المنحن هو الذي يوضح العلاقة بين الدخل والكمية المطلوبة من السلعتين مع تبات عوامل الأخرى إذن بافتراض تبات العوامل الأخرى إذن اللي بيتغير لي هو مستوى الدخل ومستوى الدخل يحدث فيه زيادة أو انخفاض فماذا له دور في زيادة الكمية مطلوبة من هذه السلعة اللي هي السلعة X والسلعة Y وهذا نكون قد وضحنا ماذا يقصد وكيف يمكننا تمثيل مثلا منحن الاستهلاك والدخل البيانية والرسم البياني الذي أمامي يبين بافتراض طبات عوامل الأخرى المؤثرة في الطلب بضمنها الأسعار فإن التغيرات التي تحدث على الدخل والتي معبر عنها بالخطوط الميزانية اللي هي جيء الآن نوضح حالات منحن الاستهلاك الدخلي إذن إحنا قلنا حالات الاستهلاك الدخلي إذن قلنا العلاقة بين الاستهلاك والدخل إذن هي علاقة زادت دخل زادت الكميات المستهلكة من السلعة ووضحناها بالرسم البياني خفضت دخل إن خفضت الكميات المستهلكة من السلعة أو من السلعة X والسلعة Y حسب نوعية السلعة ولكن الشكل البياني الذي أمامي يوضح إذن منحن الاستهلاك والاتجاهات منحن الاستهلاك حسب نوعية السلعة إذا كان مثلا على سبيل المثال دخل المستهلك مثلا 100 ثم زاد دخل المستهلك مثلا إلى 200 ثم تغير منحنة خط الميزانية للسلعتين إذا كنا إلى 300 فاللاحظ إن في حالة السلعة اللي هي قليلة المرونة وطلب المرونة الطلب قليلة فالدخل المرونة الطلب لها تكون سالبة اللي هي السلعة الرديئة والسلعة الدنيا فبالتالي يكون يتجى لاحظ إنه هو السهم يرتفع إلى أهلا لمثله المنحنة رقم واحد فنقاط التوازن عند خط الميزانية 100 النقطة تمثلها النقطة A وعند خط الميزانية 200 يزداد الدخل D وعند النقطة 300 في زيادة الدخل تمثلها G فاللاحظ إن الخط إذا نقولنا هو خيرا مرتفع إلى أعلى فبزيادة الدخل فليس زيادة زي ما نقوله لم تتفاوت مثلا من 10 إلى 20 كمية مستهلكة من السلعة X فنلاحظ إنه إذا مرونة الطلب فيها في الحالة هذه خيرها سالبة أما نجيب النسبة للضرورية السلعة الضرورية مرونة الطلب الدخلية لها منخفضة فنلاحظ نمثله الخط الثاني التغيرات في خط الدخل من B إلى E إلى E هذه هي نقاط التوازن الثلاثة مستويات الإشباع فنلاحظ إن المنحناء مرتفع متجه إلى أعلى أقل مثلا أقل ارتفاعا من حالة المرونة الطلب السالبة فنقاط التوازن الثلاثة اللي هي في حالة زيادة مستويات الدخل من 100 إلى 200 إلى 3 في حالة السلعة الضرورية التي تكون مرونة طلبها الدخلية منخفضة أما في حالة السلعة الكمالية مرونة الطلب الدخلية لها درجتها عالية فنلاحظ إن كلما مثلا زاد الخفضة مثلا للسعر زاد الاستهلاك أو الكميات المطلوبة من السلعة وبالتالي فإن الاتجاهات إذن تختلف ونجد إن منحناء الطلب الاستهلاك الدخلي متجه إلى أقل المعنى أقل اتجاه إلى الأسفل إذن مرونة المنحن الاستهلاك يتحدد له علاقة بالدخل ويتحدد مثلا والاستهلاك بالدخل وهذا هو الاستهلاك الدخلي ولكن يرجع كذلك إلى نوعية السلعة التي مستهلكة أو السلعة التي يزداد الطلب عليها بزيادة الدخل وقل الطلب عليها بانخفاض الدخل وهذه هي ما توضحه المنحنيات الثلاثة نجي الآن نوضح حالات منحن الاستهلاك الدخلي إذن نصل الآن إلى منحني إنجل هو ذلك المنحنى الذي يعبر عن العلاقة بين الدخل والكمية المطلوبة من سلعة الماء واكتشف تلك العلاقة الإحصائي إنجل وسمية المنحنى بذلك باسمه إن العلاقة بين الدخل والكمية المطلوبة ما هي إلا العلاقة المطلوبة ما هي إلا علاقة ترضية باستثناء السلعة الرديئة أو السلعة الدنيا التي تكون عكسية في مراحل الدخل العليا المتقدمة وتكون اتجاهات منحني إنجل كما نوضحها في الرسم البياني السلايد القادم يمكننا استخدام بعد أن تعرفنا على كيفية اشتقاط أو توصيل منحنى الاستهلاك الدخلي يمكننا استخدام منحنى الدخل والاستهلاك في اشتقاط منحني إنجل وهذا المنحنى زي ما ذكرنا هو يبين العلاقة بين الكمية التوازنية المشترى من سلعة معينة ومستوى الدخل مع تبات العوامل الأخرى فإذا أخذنا نقاط التوازن فإننا نجد إن المستهلك يحصل على كمية معينة من السلعة إكس عند الدخل إم عند نقطة التوازن اللي هي تحددها النقطة إي مثلا عاو سبيل متاب ويحصل على كمية أكبر من نفس السلعة عند الدخل إم عند النقطة الثانية اللي هي لنفرض إي ثنين ويحصل على كمية أقل من نفس السلعة عند الدخل عند النقطة التوازن الثالثة اللي هي ثلاثة ويمكن بيان تلك هذه النقاط أو توصيلها إلى بعض فنحصل على منحنى إنجل وزا ما ذكرنا إن منحنى إنجل يرجع هذا التسمية إلى العالم الألماني إيرنيست إنجل بأن إنفاق الأسر الفقيرة على السلعة الغدائية يأخذ نصيبا كبيرا من مدخيل هذه الأسرة وقد قارن ذلك بما تنفقه الأسر الغنية فوجد هذا العالم إن الأغنياء ينفقون على الطعام أكثر مما ينفقه الفقراء لكن نسبة ما ينفقه الفقراء كانت أعلى وقد صاغ هذه الأفكار البسيطة على شكل قانون سمي بقانون إنجل أي طالب يتساءل ما معنى إنجل مثلا إذن سمي هذا القانون نسبة إلى العالم الأحصائي الألماني إيرنيست إنجل سمى هذا القانون على اسمه وينص على إنه كلما هذا القانون على إنه كلما زاد دخل الأسرة تنخفض نسبة الدخل المخصصة للخداء ولذلك فإن حصة الغداء من الإنفاق الإجمالي للأسرة تتناسب عكسيا مع دخل الأسرة الإجمالي وقد اكتشف الاقتصاديون ضواهر هامة جدا لها علاقة بقانون إنجل فعلى سبيل المثال نعطي مثل المثال قالك إن مساهمة الإنتاج الزراعي في الإنتاج الوطني لأي دولة تنخفض تدريجيا كلما زاد تطور اقتصادها ولأن الموارد المخصصة للزراعة تنخفض فإن كمية الموارد تغدو أكتر وفرة للقطاعات الإنتاجية والخدمية الأخرى أما أخطر الظواهر التي رصدها الاقتصاديون وعلماء الاجتماع فهي هجرة سكان الريف إلى المدينة تاركين الزراعة والفلاحة والتمسك بالأرض من أجل الحصول على الرواتب والأجور المنتظمة من عمل المدينة إذن يعني زي ما قالك إذن يرجع نقلة الموارد الموجهة مثلا عن سبيل المثال اللي هي قطاع الزراعة يلتجى زي ما قلنا المنتجون إلى اللجوء إلى الصناعة التطور أفضل والأحدث وتاركين مهنة الزراعة فبالتالي تقل الدولة والمجتمع اللجوء إلى الزراعة والفلاحة والتمسك بالأرض فيحدث ذلك أهمال لقطاع الزراعة واللجوء إلى قطاع الصناعة والتطورات الحديثة فالمشكلة الأساسية التي يواجهها المزارعون متعلقة أصلا بمبدى مرونة الدخل عندهم لأن الدخل من الزراعة إذن هذه ليست لها علاقة إنها مثل تطور كذا إذن يرجع بذلك حتى إلى عامل الدخل على سبيل المثال طبعا الزراعة أهم سلعية والزراعة هي توفر لنا السلع الغدائية فلما اكتشف المنح للقانون هذا من العالم إنجيل قال لك إن كلما زاد الدخل تقل الاهتمام بسلعة الغداء فعرضه عديد من العلماء قال لك كيف تأتي هذه العلاقة إذن هي العلاقة ترضية زاد الدخل زادت الكميات المستهلكة وزيادت الكمية المطلوبة لكن قال لهم في المشكلة الأساسية في الزراعة التي واجهها المزارعون التي هي تتعلق بمبدى مرونة الدخل بمعنى قال لك لأن الدخل من الزراعة يعتبر غير مرن نسبية وبالتالي فإن ما يتحصل لهم من دخل لا يعمل على تحسين أوضاعهم المالية فنجد دائما الفلاح فلاح بغض النظر على المهندس والميكانيكي وغيره من الوظائف ويكون بذلك يلجأ الفلاح أنه يلجأ إلى ترك الزراعة والفلاحة والإنتاج السلعة وبالتالي يلجأ إلى الخدمات الأخرى الصحية وكذا والتعليم وإلى غريه فالعزوف في الحالة هذه إذن هي سببها الدخل ويكون سببهم في عزوفهم عن نشاط الزراعة برمته إلا إذا توفرت لهم أسباب مقنعة للتمسك به وهو ما تقوم به عادة معديد من الحكومات ويمكن أن تصور العلاقة بين مستويات دخل المستهلك وكميات السلعة التي يستهلكها في الشكل الذي وضحناه أمامنا وهي نقاط التوازن التي يحصل عليها المستهلك مقابل مثلا كميات بسيطة لتظهر فيها العلاقة بين دخل المستهلك وكميات السلعة من السلعة X والسلعة Y مقابل التمن الذي يضحي به إذن يضحي بسلعة مقابل سلعة أخرى في زيادة الاستهلاك فهذه هي الحالة التي تعود إلى بالنسبة لمنحني إنجل وعلاقة المنتجين بالزراعة وعزوفهم على الزراعة واللجوء إلى السلعة الصناعية والمتقدمة وذلك لارتفاع نسبة الدخل فيها فالدخل عامل مهم جدا جدا لمسألة الاستهلاك وزيادة الكميات من السلعة والرسم البياني الآن أمامي يوضح اللي هي الكمية المطلوبة من السلعة العادية ودخل المستهلك والعلاقة بين الدخل المستهلك زيما وضحنا في حالة زيادة منحنة الميزانية من اللي هو المنحنة الأول اللي هو الـ CD ثم المنحنة ينتقل في حالة الزيادة إلى الـ EF وفي حالة الانخفاض يرجع إلى الـ AB اللي هي 400 و600 و800 فنقاط التوازن عندها مستويات الإشباع الثلاثة اللي هو الـ E2 في حالة الانخفاض اللي يتحدد عندي نقطة التوازن اللي هي الـ E1 ثم الـ E3 وزي ما ذكرنا عند توصيل هذه النقاط نحصل على المنحنة الاستهلاك الدخل اللي هو الـ ICC ولكن هذه التوازن في حالة الكمية المطلوبة من السلعة العادية والعلاقة في دخل المستهلك لو متلنا هذه العلاقات ثلاثة نلاحظ يوضح لي إن نقطة التوازن الأولى اللي هي E2 في حالة مثلا عن سبيل المثال الكمية معينة اللي هي Q1 في حالة ما زاد الدخل إذا زادت الكمية عند الـ E3 نلاحظ هي الكمية مثلا زادت في حالة E1 إذا انخفض السعر إذا انخفضت في حالة ما انخفض السعر في حالة انخفاض الدخل وليس علاقة بالسعر ينخفض إذا قلنا الاستهلاك من الكمية المطلوبة من السلعة العادية هذا في حالة السلعة العادية فنحصل على ما يسمى الشكل البياني في الأسفل اللي وصلنا النقاط هذه اللي تحدد الكميات المطلوبة من السلعة في حالة مستويات الدخل أو منحنة الميزانية في حالة الزيادة وفي حالة الانخفاض فنحصل على الكميات المختلفة المطلوبة من السلعة العادية عند توصيل هذه النقاط نحصل على ما يسمى بمنحنة انجل وحنا زي ما قلنا منحنة انجل هو المنحنة الذي يوضح العلاقة بين الدخل والكمية المطلوبة من السلعة إذن العلاقة بينتهم اللي هي علاقة ترضية زاد الدخل إذن زاد الكمية المطلوبة من السلعة انخفض معدل الدخل فتنخفض الكمية المطلوبة من السلعة وهذا اللي هو يوضح لي المنحنة اللي في الأسفل منحنة إنجل في حالة الإكس اللي هي للسلعة العادية والرسم البياني الآن تمارين كنشاطات للطلبة اكتب ما تعرفه عن الآتي موضحا إجابتك بالرسم البياني كل ما أمكن واحد منحن السعر والاستهلاك أتر الدخل أتر الإحلال يعني نوضح تعريف منحن السعر والاستهلاك ومدى يقصد به نوضح أتر الدخل أتر الإحلال متاثير على السلعة منحن إنجل تحليل أتر الدخل وأتر الأحلال في حالة السلعة العادية وحالة سلعة جفن نوضح نعرف منحن إنجل تحليل أتر الدخل وأتر الأحلال في حالة السلعة العادية وموضحا إجابتك بالرسم كل ما أمكن نجيلي سلعة جفن ما معنى هذه السلعة سميت بهذه السلعة نسبة إلى كده وكده ونوضحها بالرسم كل ما أمكن رقم اثنين وضح حالات منحن الاستهلاك السعري في حالة السلع الضرورية وفي حالة السلع الكمالية وفي حالة السلع الدنيا اللي هي الرديئة مدعما إجابتك بالرسم البياني كل ما أمكن ذلك إليكم أبناء الطلبة أيضا أسئلة وتمارين واحد وضح اهتمامات نظرية طلب المستهلك ولماذا تقوم بدراسة هذه النظرية اثنين وضح الافتراضات الرئيسية التي يقوم عليها منهج المنفعة ثلاثة عرف كل مما يأتي ألف المنفعة الكلية المنفعة الحدية جيم توازن المستهلك أربعة منحني طلب المستهلك جيسين أربعة ما هي الشروط أو القيود التي تقع على المستهلك لتعظيم المنفعة الكلية خمسة عبر رياضية عن شروط توازن المستهلك طبقا لمنهج المنفعة الكلية ادن هذه كلها أسئلة عامة أو أسئلة مباشرة يعني على الطالب إجابة هذه الأسئلة خمسة عبر رياضيا عن شروط توازن المستهلك طبقا لمنهج المنفعة الكلية سيرل السادس الجدول التالي يبين المنفعة الكلية الناتجة عن استهلاك المستهلك للسلعة X والمطلوب رسم منحن المنفعة الكلية ومنحن المنفعة الحدية لهذه السلعة طبعا الجدول كما هو أمامي QX وTUX اللي هي المنفعة الكلية Q اللي هما 01234567 المنفعة الكلية 027 02712131312 العملية التوضيحة ورسم بياني لمنحن المنفعة الكلية السؤال السابع الجدول الثاني يبين المنفعة الحدية للسلعة والسلعة X والسلعة Y فإذا كان سعر السلعة X يساوي دينار وسعر السلعة Y أيضا يساوي دينار وإن دخل المستهلك يساوي 8 دينار في الأسبوع وعلى افتراض إنه ينفق كل دخله على هاتين السلعتين مهم السؤال هذا فعندي الجدول يبين الكمية X من السلعة أي سلعة؟ عندي 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 هذه الكميات المختلفة التي سوف يستهلكها المستهلك من السلعة عندي MUX اللي هي المنفعة الحدية للسلعة X اللي هي هذه جدول يوضح المنفع الحدية والجدول الكميات المستهلكة من السلعة المطلوب من هذا السؤال تحديد وحدات السلعة X والسلعة Y التي تحقق للمستهلك أقصى إشباع ممكن وفي حدود دخله المحدود 2 تحديد المنفع الكلية لهذا الشخص عند نقطة التوازن 3 المطلوب الثالث اشتقاق منحن الطلب للسلعة X عند انخفاض السعر للسلعة X من دينار إلى نص دينار إذن هذا المطلوب من هذه الأسئلة أو من السؤال السابع هذه المطاليب التلات وهكذا نكون قد أنهينا المحاضرة الثالثة وشكراً أبنائي الطلبة لحسن الإصغاء والاستماع موسيقى